السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن عملت نموذجك الجميل وتصميمك الرائع الذي قضيت ربما أسبوع في الواقع قضيت أسبوع أو أكثر في عمل هذا كان ذلك قبل عدة أشهر المهم ثم تريد أن تعمل ماتيريال وكل تلك الأمور فذهبت إلى الشيطين وعملت الماتيريال وأخرجتها بهذه الطريقة الرائعة جميلة جدا ثم بعد ذلك قررت ذهب وعمل رندر ولما ذهبت إلى الردرفي وجدت هذه النظر الرمضية البشعة جدا ولما عملت رندر وحطيتها في فيسبوك أو ما شابه الكل قال لك اهتم بالإضاءة اهتم بالإضاءة الإضاءة الإضاءة إذا كنت تعاني من هذه المشكلة فأنت في المكان الصحيح لأنك بإمكانك أن تعد إعداد سريع جدا هنا في بلندر بحيث أنك لا تقلق بإشأن الإضاءة والرندر السريع أبدا لأنها ستكون إضاءة جميلة للرندر سريع إضاءة جميلة للرندر سريع أولا لايك وسبسكرايب وفعل الجرس لأني أرى أن الكثير من مشاهدي هذه القناة من غير المشتركين كذلك تابعوني على إستغرام الحساب جديد وليس عليه أي متابعين كما ليس فيه الكثير من الصور بالطبع لأنه جديد لأي سؤال أو استفسار ربط الحساب في الـ description في الأسفل المهم تأتي مباشرة إلى هنا إلى object وتحولها إلى word ثم تأتي إلى هنا ثم تضغط shift a texture environment texture environment texture وليس image texture هذا مهم جدا environment إذا حطيت image لن ينجح الأمر environment texture ثم تضغط هنا open ثم تذهب إلى أي مكان تكون حملت فيه HDR سأضلع لكم رابط تحميل HDR جميلة جدا صور HDR جميلة جدا في الأسفل إذهبوا وحملوا الصور التي تريدونها هناك العديد منها العشرات إن صح التعبير المهم أتي إلى هنا الآن وأنا عندي ملف كامل مليء بها ثم أختار مثلا هذه ثم أضغط open image ثم بعد ذلك تأتي وتضع هذه هنا في color وتنتظر وتنتظر ثم بعد ذلك تأتي الإضاءة هذه الصورة الآن تؤثر في الإضاءة وهي جميلة جدا بدلا من تلك الإضاءة الرمضية البشعة لكن ربما قد لا تريد هذه الخلفية ربما أنت تريد أن تضع تحتها plane سطح تحت هذه ثم بعد ذلك تعملها render من دون أن تظهر هذه الخلفية بإمكانك أن تقطع هذا الآن لن يعود هناك أي خلفية ثم تنزل هذه إلى السفر ليس هناك أي خلفية لكنك فقدت الإضاءة جيد بإمكانك أن تربط هذا الآن ما صار عندك إضاءة لكنك فقدت الخلفية جيد بإمكانك أن تقطع هذا الآن وتحصل على خلفية جميلة لكنك فقدت الإضاءة ما الذي يمكن أن أفعل الآن؟ بإمكانك دائما أن تأتي بهذا إلى هنا والأمر بسيط جدا جدا تضغط shift a ثم تأتي إلى color mix RGB تأتي به إلى هنا ثم تأتي بهذا إلى العلوي ثم تجعل هذا أسود كليا ثم أريد للإضاءة أن تأخذ هذا المدخل وأريد للخلفية أن تأخذ هذا المدخل كيف أفعل ذلك؟ لأن الآن إذا ربطت هذا هنا بإمكانك التحرك ما بين الخلفية الجميلة والإضاءة البشعة والخلفية ما بين الإضاءة الجميلة والخلفية البشعة والخلفية الجميلة والإضاءة البشعة اذا كيف سنتحكم في هذا الامر بسيط جدا اضغط ثم اتي الى اه نسيت او نعم ثم لايت باث تأتي الى هنا لا تخافوا من هذا كل ما سنستخدمه هو ايز كاميرا راي وسنستخدم ديفيوز راي وقلوسي سنستخدم كذلك ترانزميشن ونستخدم هذه الريلين ونستخدم الري ديبت ونستخدم القلوسي ونستخدم ترانزميشن دبت كذلك اذا نبدأ اولا بايزو كاميرا راي اضع هذا هنا اولا ثم بعد ذلك او نجعل الامر من هذا فقط اذا لا نستخدم الا الايزو كاميرا راي وهذا جيد جدا لكن هل انت مضطر لعمل ذلك كلما فتحت البرنامج لا اذا كيف سنعمل الان سنجعل هذا الاعداد افتراضي اتي واضغط كنترول ان ثم اضغط جينيرل اه سيب او دونت سيب نفسها ثم الان اجعل هذا الاعداد افتراضي احافظ على الشكل الافتراضي لبلندر لا المس اي شيء اتي مباشرة الى الشيء هنا ثم اتي الى وورد هنا ثم اعمل هذا الشيء انا عامله من قبل لذلك لن اعيد عمله تلاحظون الامر عندي هذه مربوطة هنا وهذه مربوطة هنا مربوطة هنا مربوطة هنا وكل شيء جيد الان انتم اعملوا ذلك الاعداد الذي عملناه منذ خمس دقائق او ثلاث دقائق او اقل هنا ثم بعد ذلك تعيد كل شيء الى العادي تأتي الى هنا وتحولها الى object تأتي بهذه الى هنا ثم تعود الى layout تختار النظر المناسبة ثم تأتي الى file ثم تأتي الى default ثم save startup file سيكون هذا هو startup file الذي سيبدأ به كل مشروع لاحق ثم الآن اذا اعدت فتح اي مشروع عن طريق control and general don't save تأتي الى shade مباشرة تجد هذا الاعداد معد مثل ما هو عندي هنا اذا اتيت الى render اتيت الى render فتتجد انه معد بشكل جميل جدا وتلاحظون ان الاضاءة موجودة والمكعب في وسط هذا السواد والcontrast رائع جدا هذا كل شيء لليوم اذا اعجبك الفيديو لايك وسبسكرايب تعليق ان شاء اضغط زر الجرس وشاهد كل هذه الفيديوهات التي تظهر هنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته